الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء عن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فحمل هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله أخترت أن تكون حلقة اليوم بعنوان بين يدي رمضان أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب أقول وبالله التوفيق إن شهر رمضان أولا هو شهر الغفران صيام نهاره يغفر ما تقدم من الزنوب وقيام ليله يغفر ما تقدم من الزنوب وقيام ليلة القدر يغفر ما تقدم من الزنوب ولذلك ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر ثم لم يدخله الجنة ثم لم يدخله الجنة فإذن هذه فرص عظيمة جدا وأبواب إلى الجنة منها رمضان الذي يعنينا في هذا اللقاء رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه قبل أن يغفر له وطبعا ذكر الرجل خرج مخرج الغالب واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وضع تحت هذا الحديث في وسط الصفحة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن شهر الرمضان شهر غفران الذنوب ولكن كي تستقيم الأفهام في هذه المسألة ضع عن يمين هذا الحديث حديثا آخر وعن شماله حديثا آخر أما الحديث الذي نجعله على اليمين فهو أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذا اجتنبت الكبائر هذا الحديث في غاية الأهمية الصلوات الخمس نحن نعلم أن صلاة الفرد أفضل من أي صلاة نفل يعني ركعة الفجر اللتان يقضأ فيهما الإنسان مثلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع ركعتين أو مع ركعتين من قيام الليل في المسجد الحرام في ليلة القدر يقرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية آل عمران أي ركعتين أفضل عند الله عز وجل ركعة الفرد الفرد أفضل من النفل بكل حال برهان ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لاحظ أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة في هذا الباب فالذي يسب أبا هريرة رضي الله عنه إنما يسب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم بيّن المنهج الذي تنال به الولاية قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إذن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي مفترض عليك والفرض أعلى من النفل قطعاً وهذا إجماع وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وياده التي يبطش بها ورجده التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذاني لا أعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه وأنا أكره مساءته لكن محل الشاهد في الحديث أنا ذكرته كاملا تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يكون الحديث مسجلا عند إخواني وأخواتي السامعين والسامعات لكن محل الشاهد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نعود إلى موضوعنا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الجمعة إلى الجمعة فضل صلاة الجمعة فضل عظيم جدا في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنم من حديث أوس بن أوسن الثقافي رضي الله عنه وهذا حديث صححه الحافظ العراقي والحافظ بن حجر والعلم الشيخ الألباني رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ليوم الجمعة في رواية أبي داود غسل الرأس هو سائر بدنه وبكر وابتكر أي بكر وبلغ في التبكير ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها هذا بالإضافة إلى أنه إن خطى إلى المسجد صار إلى المسجد لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هنا شرط هنا شرط إذا اجتنبت الكبائر إذن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما اجتنب الكبائر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا لأن قيام رمضان ليس أعلى من الصلاة الخمس ولا من صلاة الجمعة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شريطة أن يجتنب الكبائر ومن قام ليلة القذر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شريطة أيضا أن يجتنب الكبائر إذن يا خنق لابد أن نتقدم بين يدي الشهر بتوبة نصوح يرضى الله عز وجل بها عنا ويترتب عليها أن يعمل الصيام والقيام عملهما في تكفير الذنوب السابقة لابد من أن تقدم بتوبة بين يدي الشهر أنا لا أقول يعني انتظر إلى ما قبل الشهر بدخول الشهر بيوم ثم تب لأن التوبة فرض التوبة من الذنوب فرض على العباد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وقال عز من قائل أيضا ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ليه لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية فقد تعد حد الله عز وجل وقد قال تبارك تعالى تلك حدود الله فلا تعتدها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإذن الذي يتعد الحد يبقى ظلم نفسه ظالم هل هو ظالم لله عز وجل عاش وكلا من الذي يستطيع أن يظلم الله عز وجل ولكن قال عز وجل في موضع آخر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه إذن الظلم التسق به انتاب محي الذنب وبالتالي زال الظلم وإن لم يتوب بقي الظلم كما هو ولذلك يقول عز من قائل ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون وإن طبعا سمعتم كثيرا عن شروط التوبة لكن أذكرها بسرعة التوبة إن كانت من معصية أرتكبت في حق الله عز وجل يبقى لها ثلاثة أركان الإقلاع عن الزم الأركان الثالثة دي مرتبطة بالأزمان الثلاثة يعني في المضارع الإقلاع عن الزم في الماضي الندم على ما فات في المستقبل العزم على أن لا يعود العزم على أن لا يعود وإن كان الزم متعلقا بأحد من عباد الله عز وجل فإن كان حقا لابد أن يؤدى أو أن تتحلل صاحب الحق منه سأن كان ذلك الحق في مال أو دم أو عرض أو ما إلى ذلك لابد أن تتحلل أو أن تستوفي أن تؤدي إليه هذا الحق من كان عنده لأخيه مظلمة من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فجأة حلله منه قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات يأخذ من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاته من سيئاته صاحب الحق فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا الحديث في صيح مسلم من حديث أبي هريرة وهذا هو المفلس هذا هو المفلس الذي ثبت حديثه أيضا في صيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الحديث كلها إلى الآن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما تعدون المفلس فيكم هكذا يقول عليه الصلاة والسلام قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج قال ابن عبدالبر قوله يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال معنى ذلك أنها أعمال واقعت صحيحة وقبلت بدليل أنه يأتي بها يوم القيامة لو كانت باطلة ما جاء بها يوم القيامة المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني إذا المفلس رجل له رأس مال لكن الديون التي عليه أكبر من رأس ماله وذا إنسان مفلس نعوذ بالله من هذا إذا لابد أن نتقدم الشهر بتوبة النصوح وكما قال أهل العلم البدار إلى التوبة وهذه قاعدة ذكرها بعض الأصوليين أن الأمر من الله عز وجل إن لم يؤقت بوقت فالفرض على المسلم أن يبادر إلى تنفيذ هذا الأمر في أول أوقات التمكن راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم وراجع أيضا تفسير الإمام الكرطوبي رحمه الله عند قوله تعالى وأن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وغير ذلك من الكتب إذا أمر شغعه بأمر لم يؤقته بوقت ففرض على المسلم أن يبادر إلى تنفيذ ذلك الأمر في أول أوقات التمكن ولذلك مثلا الذي عليه أيام من رمضان كان الفرض عليه بعد أن يمر يوم العيد لأن صيام يوم العيد محرم أن يشرع في الصيام ما الذي جعل وقت القضاء موسعا ولأي وقت الذي جعل وقت القضاء موسعا حديث عائشة رضي الله عنه قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أخذه إلا في شعبان الذي يليه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للشغل للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت في الصحيح لكن للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر على الفور ما أجاز لعائشة رضي الله عنها أن تؤخر قضاء الصيام للانشغال بزوجها صلواته الله وسلامه عليه بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت لها ليلة واحدة ولباقي أمهات المؤمنين ليالي فكان يمكنها أن تصوم في هذه الليالي التي لغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا فإذا كون أن عائشة رضي الله عنها أخرت قضاء رمضان إلى شعبان الذي يليه هذا دليل يستثني هذه المسألة ويدل على أن الإنسان يجوز له أن يؤخر قضاء الأيام التي عليه في رمضان إلى قبيل دخول الرمضان الذي يليه وقد اتفقوا على أنه إذا أخر بغير عذر قضاء الأيام التي عليه حتى دخل رمضان الذي يليه أنه يكون عاصيا لله عز وجل الجمهور قالوا يصوم هذه الأيام ويطعم مع كل يوم مسكينا وأبو حنيفة بن حزم قال إن إلزامه بطعام مسكين غرامة في ماله لم يأتي بها دليل لا من النص ولا من الإجماع وقد ثبت لدينا أن مال المسلمي محرم كل المسلمي على المسلمي حرام دمه وماله وعرضه فلذلك نقول يستغفر الله عز وجل من هذا التقصير وهذا الذنب الذي ارتكبه لكنه يقضي فقط دون أن يكفر دي ما سميه يعني مثال فقط لهذه القاعدة طيب يبقى إذا شهر رمضان هو شهر غفران الزنوب بشرط التوبة بشرط التوبة يبقى علينا الآن أن نستحضر أن شهر رمضان هو شهر غفران الزنوب وأنه ينبغي أن نتقدم بين أداي الشهر بتوبة نصوح من الكبائر من ما اجتنبت أو إذا اجتنبت الكبائر ما هي الكبيرة هل الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر خلافا لمن قال كل الذنوب في حق الله عز وجل كبيرا وإنما يكون بعضها أكبر من بعض لكن قال أبو حمد الغزالي لا ينبغي للفقيه أن ينكر تقسيم الزنوب إلى صغائر وكبائر بدليل هذا الحديث الذي معنا ورمضان إلى رمضان أو الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فأنت إذا اجتنبت الكبائر هذه الأعمال الصالحة ستكفر ماذا تكفر الصغائر مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الكبيرة والعياذ بالله يعني لها خطران أو أهميتان الأهمية الأولى أنه لابد أن تتوى منها وإن مات الإنسان مصرا على كبيرة من الكبائر فليس له عند الله عهد إن شاء الله عز وجل عزب وإن شاء غفر له وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف أبدا فمن وفى منكم فأجره على الله نسأل الله أنه جانا من هؤلاء ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له يبقى إيه الحدود كفارات ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل إن شاء عزبه وإن شاء غفر له يعني ليس له عند الله عهد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلماذا تجعل نفسك في هذا الاحتمال إما أن تعذب وإما أن يغفر لك لابد أن يتوب الإنسان دائما من الزنوب لا سيما من الكبائر هذه الأهمية الأولى الأهمية الثانية أن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن لم يجتنب الإنسان الكبائر فسيحاسب عليها وعلى الصغائر وتوزن عليه الأعمال الحسنات والسيئات وما إلى ذلك إن ثبت هذا فالكبيرة على ما ذكر القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشر على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو نعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه خمسة أمور الكبيرة سأدري مثالا لكل أمر من هذه الأمور الكبيرة كل ذنب النص الشر على أنه كبيرة كالحديث الثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت أو حتى قلنا ليته سكت وردت باللفظين وكذلك الحديث الذي راه البخاري عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه فقالوا كيف يلعن الرجل والديه الصحاب استنكروا هذا لم يكن هذا معروفا حتى في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني إن تسبب الإنسان في سب والديه أو أحد والديه كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر فما ظنك بالذي يسب الوالدين بنفسه إن الله وإن إليه راجعون كل ذنب النص الشر على أنه كبيرا أو تعلق به في الدنيا حد كشرب الخمر والزنا والسرقة والقض وما إلى ذلك أو لعن فاعله أو لعن فاعله كالحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله وأن يدق لها الوشع والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المتفلجات وجاءتهم رأة عجوز قالت له أنت الذي تقول كذا وكذا قال نعم قالت أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه يعني من الجلد إلى الجلد ما وجدت ما تقول فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا أمت الله لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ثم ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف هناك بيوت للارتكاب هذه الأمور بأعلى الأسعار المسمى ببيوت التجميل بيوت التجميل طبعاً ده كلام ده أخوانا يعني نحن علينا أن نذكر لكن الحساب في يوم الحساب علينا أن نذكر بهذا فقط كذلك ثبت في صيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل ضيبة ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء والحديث ثابت عند أحمد وأصحاب السنن أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عبد لعن الله الخمر لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها وشارب ثمنها أه وآكل ثمنها وآكل ثمنها كل هذا اللعن يدل لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه فاللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك تعالى هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى فهذا دبلوب على ان هذه المعاصي التي لعن مرتكبها من الكبائر يبقى كل ذنب نص الشر على انه كبير او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله او توعد بالنار او توعد بالنار خلينا في الرابعة دي توعد بالنار مثلا كالحديث الذي راه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم صياط كازناب البقر يضربون بها الناس هم الظلمة في كل عصر ومصر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني ها مائلة منحارفة في نفسها ومميلة لغيرها مائلات مميلات على رؤوسهن كاسممة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا مائلات مميلات كم من فيلم انت شاهدناه في الماضي ان مثلا مدرسة المدرن اللي لبس الملابس الافرنجية تذهب الى الريف تتقلدها نساء الريف في مشاتها وفي لبسها وما الى ذلك ونحن نعتبر ان هذا تحضر لكنه في الحقيقة تجاوز لحد الله عز وجل هذا تجاوز بحدود الله تبارك تعالى كذلك ثبت في صيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيانة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيانة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ده وعيد شديد جدا ملك كذاب ملك كذاب الملك ليس به حاجة الى ان يكذب فمعنى انه وقع في الكذب انه قد خان الرعية ملك كذاب وشيخ زان شايف المعصية بيزداد اسمها مع ايه ضعف الدافع اليها الملك ليس في حاجة الى ان يكذب وكذلك الشيخ يعني ليست شهواته كشهوة الشاب ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر الفقير المتكبر المتعالي مع انه هو فقير المال من اسباب العلو في الارض حتى تعالي على الله عز وجل ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مال واعز نفرا ودخل جناته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائما ولئردت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ده هذا الرجل لما اعطاه الله عز وجل هذه النعمة استعل بها على اخوانه بل استعل بها على الله عز وجل ولذلك قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله تتواضع لله عز وجل فالفقير الذي لا يملك اسباب التعالي والكبر ومع ذلك يتكبر مع ضعف الداعي وضعف الامكانيات التي تقود الى الوقوع في الكبر يشتد عذابه على هذا نسأل الله السلامة العافية يبقى كل ذنب نص الشرع على انه كبير او تعلق به في الدنيا حد او لعن فاعله او توعد بالنار او شدد النكير عليه او شدد النكير عليه يعني ايه شدد النكير عليه زي ايه كأن يتبرأ منه الله عز وجل او يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم او ان ينفي عنه الايمان ايه صيغة كثيرة ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب شق الجيوب جيب القميص اللي هو الفتحة بتاعته وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية من غش فليس منا حديث ابي الحمراء في صيح مسلم وفي حديثان من غشنا فليس منا هذا من حديث ابي هريرة والحديث الاخر بصيرة العموم من غش فالمسلم ليس غشاشا لا للمسلمين ولا لغير المسلمين ليس غشاشا من غش فليس منك وكذلك قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين خلي بالك من دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه يعني الا من اكره وقلبهم مطمئن بالايمان فليس من الله في شيء راجع تفسير الطبر رحمه الله عند هذه الاية اي فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه او ان يستمع عنه الايمان في الصحيحين عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله ومن قال من لا يأمن جاره بوائقة لبا اذا اذاية الجار من الكبائر ومن الممكن ان تكون المعصية كبيرة لاندراجها تحت اعاء اكثر من قسم من هذه الاقسام الخمسة الا ترى انه قد ورد عند احمد والبخاري في الاذب المفرد عن ابي هريرة رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق صوام قوامة وتفعل تفعل لي عند العرب يعني تفعل لا افعل خير كثيرا وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار قالوا فلانة تصدق باثوار تصلي المكتوبة وتصدق باثوار يعني لا تقوم الليل ولا شيء وتصدق باثوار قطع من اللبن الجامد قليلا ولا تؤذي احدا فقال هي في الجنة صلى الله عليه وسلامه عليه يعني ممكن نبقى شيء معصيا من اكثر من ايه من اكثر من ناحية يبقى كبيرة من اكثر من ناحية هذه وكذلك مثلا هذا الحديث الذي رأه البقارية المسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير كما ورد في زيادة خارج الصحيح لكنها باسناد صحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير ولذلك قال بعض اهل العلم لما سئلوا عن علامات سوء الخاتمة قال ان يموت وهو لا يحب لاخوانه ما يحب لنفسه من الخير فدي مسألة تحتاج الى مجاهدة كبيرة جدا للقلب ومداومة استغفار ودعاء للمسلمين دعاء للمسلمين يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله الذي كان جبلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فكرة يحيى بن سعيد الانصاري هو الذي ورغ من طريقه حديثه انما الاعمال بالنيات هذا حديث غريب لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر ولا عن عمر الا علقما بن وقاص الليثي ولا عن علقما الا محمد ابن ابراهيم التيمي ولا عن محمد ابن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري وعن يحيى بن سعيد قال البعض رواه مئة نفس عن يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله يعني حديث تواتر من عند يحيى من عند يحيى بن سعيد الانصاري كان يقول كما ذكر عنه الذهبي ورحمه الله في سير اعلام النبلاء اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا وهذا قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله في موضعه فهذه ها المعاصي ضف الى هذا بقى ايه زيادة وردت عند الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأله قال له يا ابن عباس الكبائر سبع قال هن الى السبعين اقرب سبع ايه هن الى السبعين اقرب غير انه لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استوفار لان انا اقول معنى الكلام ان الانسان اذا درج على ارتكاب الصغائر فان هذا يكسبه جرأة عليها ويتعامل معها تعامله مع المباح وليس كما قال ذلك الرجل المخرف انه يجوز للانسان يعني ان يقبل المرأة الاجنبية هذا من اللمم يعني كأنه تبسيط تبسيط وتجريء على معاصي الله تبارك تعالى وانت جرب جرب لما تجهت ورقة بيضة والقلب حجم حجم قبضة يدك القلب في حجمه في حجم قبضة اليد ارسم قلبا في هذه الورقة البيضاء بحجم قبضة اليد كل ما تعلم معاصيك نقض بالألم وانظر الى حال هذا الرسم في اخر اليوم او في اخر الاسبوع او في اخر الشهر ولذلك النبيع السلام يقول ايه اذا اذنب العبد الزنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب سقلت وان هو تمادت تمادت عمالة توسع حتى تعلو قلبه فذلك مران ثم تلقى قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وكما قيل في المثل معظم النار من مستصغر الشرر الاخرى الكرام والاخرات الفضليات فاصل ونعود ان شاء الله اروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هيا بنا لنعود إلى صدر الموضوع أنا قلت سنكتب في الورقة من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعن اليمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تعالي نكتب على الشمال بقى الحديث الذي راه أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحن لسا ما خرجناش عن أبي هريرة إلى الآن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر هذا حديث منتهى الخطورة في الحقيقة هنا لابد لكي تصل إلى تصور صحيح أو حكم صحيح في مسألة ما أن تجمع الأدلة التي وردت في هذه المسألة تجمعها مع بعضها ثم أن تؤلف بين هذه الأدلة رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر يبقى الإنسان هنا تساءل ما الذي جعل الصيام سببا في غفران الذنوب في حق زيد وكذلك القيام ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش أو إتعاب للنفس بالسهر في حق عمر ما سبب هذا التفاوت بعض أهل العلم قالوا الرياء وهذا صحيح يعني هذا القول صحيح لكنه نكمل الأمر لأن الرياء ينقل العمل الذي في ظاهره عمل لله عز وجل ينقل إلى صحيفة السيئات يكتب في صحيفة السيئات الإنسان إذا عمل عملاً ظاهره الطاعة لله تبارك وتعالى لكن فسدت فيه النية بالرياء فإنه يكتب في صحيفة السيئات وهنا حديث يعني الأدلة على هذا كثيرة أذكر منها دليلاً هو إن كان مطولاً بعض الشيء لكنه دليل صارخ أو ناصع جداً على إيه؟ على هذا المعنى في صحيح مسلم وصنن التلمذي وكذلك صحيح ابن حبان أنا ذكرت صنن التلمذي وصحيح ابن حبان لزيادة وردت فيهما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى عليه يوم القيامة في روية التلميذة ابن حبان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة نعود إلى حديث روية مسلم أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد يعني فقد النفس في صحة الوغى في قتال أعداء الدين قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها فأقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد فيقول عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل مش نبع السلام في حديث عمر رضي الله عنه قال وإنما لكل مريء منوى أنت قاتلت ليقال شجاع فقد قيل ثم يؤمر به فيصحب على وجهه فيلقى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه نسأل الله السلامة والعافية وقرأ القرآن أي حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه يعني يوم القيامة بقى فعرفها قال فما عملت فيها فيقول يا رب تعلمت فيك فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن هو التكذيب في كلمة فيك هذا فيقول عز وجل كذبت ولكنك تعلمت العلم يعني الرجل تعلم العلم فعلا ليقال هو عالم وقرأت القرآن يعني حفظ القرآن فعلا وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيصحب على وجهه فيلقى في النار ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال من كل أصناف المال يعني عقارات تجد أراضي ازراعية تجد أموال وذهب وكل شيء ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها شايف لابد من السؤال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك فيقول عز وجل كذفت ولكنك فعلت يعني ربي الفعل فعلا ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر به فيصحب على وجهه فيلقى في النار في زيادة التلميذي بن حبان أن معاوية رضي الله عنه بلغه هذا الحديث فبكى حتى أغشي عليه فلما أفاق قال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس ثم تلقى قوله تعالى قال صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله يعني في هذا الحديث يعني حيث قال هذا في هذا الحديث وصدق الله عز وجل ثم تلقى قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون العمل الذي صورته صورة العمل الأخروي إن عمل للدنيا باطل نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون قد يقول قائل طيب أنا تمنيت الدنيا وقلت له الأخرة خلي الحساب يوم الحساب وحين النهاردة موتني بكرة وما إلى ذلك لماذا لم تأتني الدنيا فالجواب أن العلماء أجمعوا على أن هذه الآية مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بإذن الرياء فعلا من الممكن جدا أن يفسد العمل قد يكون هو السبب في هذا التفاول بين الحديثين لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الرياء في الصيام هو السبب في هذا التفاوت ضعيف لماذا؟ لأن الرياء في صيام الفرد ضعيف الأصل أن جميع المسلمين صائمون في رمضان ولا يجوز لمسلم أن يوهم الناس بأنه مفطر على مقولة أنه يخفي عمله لأنه لا يجوز له أن يوهم الناس بأنه فاسق بالعكس وهو مطالب دائما بالاستبراء أي طالب البراءة للدين والعرض فكل المسلمين صائمون في رمضان فما السبب في هذا التفاوت هذا سيقودنا إلى أهم موضوع في أهم نقطة في موضوعنا هذا طبعا الموضوع يعني فيه نقطة أخرى قد لا أستطيع أن أستوفيها في هذه الحلقة وما قال شيخ الإسلام قال رحمه الله إن الله عز وجل إنما يشارع الصيام كي نحصل التقوى الهدف الأساسي من الصيام أن نحصل تقوى تبارك وتعالى طب وما هي أهمية التقوى اسأل نفسك لماذا عظم شهر رمضان اقرأ في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى لمن؟ للناس يعني إذن القرآن صالح لهداية جميع البشر الآن دي في سورة إيه؟ البقرة لكن الذي سيهتدي بالقرآن فعلا هم أهل التقوى كما قال عز وجل في مطلع هذه السورة سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى هو الكتاب كتاب هدى لجميع البشر لكن الذين يهتدون أو سيهتدون بهذا الكتاب هم أهل التقوى أهل الخوف من الله عز وجل أن التقوى عبارة عن خوف يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب الناب التعاريف دائرة على هذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب هذا مذكور في ترجمته في كتاب البداية ونهال الحفظ بن الكثير رحمه الله وقال علي بن أبي طالب وهذه كلمة يحفظها كثير من الناس وإن زادوا فيها التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيلي وهو خوف يدفع العبد إلى طاعة الله عز وجل بانتثال الأمر واجتناب الناب وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصر وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال طلق بن حبيب وهذا التعريف للتقوى هو الذي استحسنه واختره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يمكنك أن تراجعه في تفسير ابن كثير في مطلع سورة الأحزاب عند قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة يا أيها النبي اتق الله أورد ابن كثير هذا الأثر عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله لماذا اختار شيخ الإسلام هذا التعريف لأن التعريف دائر على العمل بالطاعة وترك المعصية ولما كان شرط العمل الصالح الإخلاص والمتابعة فهما مذكران في هذا التعريف أن تعمل بطاعة الله على نور من الله أدل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعة ترجو ثواب الله أدل إيه؟ وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وفي هذا التعريف أيضا ذكر الأمرين الذي يتوقع عليهم الإنسان في السير إلى ربه عز وجل الخوف والرجاء فرجاء بلا خوف يقود الإنسان إلى الاغترار بالله عز وجل كما وقع لكثير من الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم جميعا وكذلك خوف من الله عز وجل دون رجاء يقود إلى اليأس إلى القنوط من رحمة الله تبارك تعالى وهو خلاف أمره عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بس بشرط الإيه؟ أن تتوب وترجع إليه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فالتقوى إن كانت خوفا يدفع العبد إن كانت خوفا من الله يدفع العبد إلى امتسال الأمر واجتناب الناهي هل كل من تكلم في التقوى يكون تقيا؟ لا والله نسأل الله أن يجعلها من المتقين كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامل من عماله عامل ده يعني مش محافظ لا ده كان أعلى من كده يعني على رأس إقليم من الأقاليم التابعة للدولة الإسلامية كتب إلى عامل من عماله وصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولذلك أمران الله عز وجل أن نتزود بالإيه؟ بالتقوى وتزوده فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب أهل الجنة هم أهل الخوف من الله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فأهل الجنة هم أهل الخوف من الله عز وجل وأما الآخرون ولعاذ بالله فقد قال تبارك وتعالى إنه كان في أهله مصرورة إنه ظن أن لا يحور لم يفكر في الآخرة ولكن الآن هي دنيا وخلاص وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن المبعوثين فوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها وَلَا يُرْحَمُ إِلَّا أَهْلُهَا قال تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهُ لِلَّذِينَ إِيهِ يتَّقُون إلى آخر قوله تعالى وَلَا يُرْحَمُ إِلَّا أَهْلُهَا وَلَا يُسَابُ إِلَّا عَلَيْهَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاعِظِينَ بِهَا كَثِيرٌ وَالْعَامِلِينَ بِهَا قَلِيلٌ فَأُذَكِّرُكَ بِطُولِ سَهَرِ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ مع خلود الأبد ما فياش نوم فأذكلك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فإياك أن يكون منقلبك من بين يداء الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام فعزل ذلك العامل نفسه وأخسم أن لا يليا ولاية للمسلمين بعد ذلك فلما قدم على عمر قال له عمر ما حملك على ذلك قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين فلأن طبعا إيه هذه وصية جاءت من إمام من أئمة الشأد من أئمة التقوى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإذن شرع الله عز وجل لنا الصيام كي نحصل التقوى صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن كي نحصل التقوى التي تجعلنا نتعامل مع هذا القرآن العظيم على أنه كتاب هداية ونهتدي به هو هداية لجميع الناس لكن من الذي سيهتدي به فعلا أهل التقوى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين المعنى ده لو راح منك راح منك الشهر هو ربنا سبحانه وتعالى هو تعريف الصيام بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وقبله الإمام النووي قال قال الصيام هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص بشرائط مخصوصة طيب كويس وقال ابن حزم رحمه الله في المحلة الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القير هذه هي مرسدات الصيام الأساسية الأكل والشرب والجماع وتعمد القير أما الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فالآن باشروا هن وبتغوا ما كتب الله لكم باشروا هن أي النساء وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء اي من غلبه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض سيكم القيء لكن خلينا في الاكل والشرب والجماع اي امساك عن شهوتين البطن والفرج امساك عن شهوتين البطن والفرج هاتان الشهوتان هما ألصقوا شهوتين بابن ادم الاكل شوف الطفل الصغير اي حاجة بمجرد ما الطفل بتحرك ويمسك حاجة بيضيها على فين على الفم مباشرة ولذلك حتى جاء التعبير ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلمة انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصطون سعيرا اكل الربا ومؤكله وهيأكل الفلوس لا لكن لما كان الاكل اهم الاغراض البطن لما كانت اهم الاغراض ولذلك عبر عن هذه الامان بالاكل فالاكل والشرب ادي شهوة البطن والفرج ادي شهوة ايه اه الجماعة ده شهوة الفرج في صحيح البخاري عن معاذ ابن انس اه عن عن سهل ابن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن ليه ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة ما بين اللحيين او الفكين ايه هو عبر عن ايه بعضهم قال اللسان اللسان ذكره سيأتي في موضوعنا هذا وبعضهم قال لا اعمل من كده اللسان وان يصون البطن من ان يدخل فيه شيئا حراما وما بين الرجلين هو الفرج اضمن له الجنة اللي يضمن لتنين دول ربنا النبي على السلام يضمن له الجنة شوف اهمية هذين الامرين كذلك في سنن التلمذي بالاسلاد الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله شوف تقوى الله وحسن الخلق قيل فما اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج تشوف الصيام صيام عن هاتين الشهوتين هاتين الشهوتين مباحتان في غير رمضان بل وفي ليل رمضان يصدر انسان ان يقارف امرأته وان يأكل وان يشهد كما يريد يعني اذا هاتين الشهوتين محرمتان في نهار رمضان فقط من الفجر الى المغرب فياسأل شيخ الاسلام سؤالا هل تظن ان الله عز وجل يحرم عليك هاتين الشهوتين ليدربك على الصبر ولينميها فيك الارادة والخوف منه تبارك تعالى انك قد تكون في بيتك منفردا ورمضان سيأتي في شهر يوم في عز الحر شهر اغسطس في عز الحر والعصائر امامك والمياه البريدة امامك والمرأة امامك ولا يراك احد هل تجسر على ان تأكل او ان تشرب او ان تقارف امرأتك لا رغم انه لا يراك احد لكنك تعلم انه يراك يعني ده تدريب على مرتبة الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراك فانه يراك فشوف الصيام بينمي فيك الايه الصبر الصبر وبينمي فيك الارادة والخوف من الله تبارك تعالى احسان فهل تظن ان الله عز وجل يفعل هذا ويبيح لك المعاصي المحرمة في رمضان وفي غير رمضان عشان تقولها أسل الصيامي أسل الصيامي يبقى ده هو السبب ان الانسان لا يراقب لا اللسان ولا الجوارح في رمضان وبالتالي اللي الصيام بيعمله من هنا بيضيع اضعافه من النحاء الاخرى يقول لك يعني كان زمان ونحن صغارين اول واحد يروح الشغل وبعدين يبتد من الساعة 11 يبس الابقاب عشان يتوضى ويعطى المصالح الناس يتوضى ساعتين ويشخط في الناس ويغضب عليهم ويشتمهم وما إلى ذلك وكل هذا ينتقص من ثباب الصيام وبعد كده يقضي حلي كلمات متقاطعة بعدين روح البيت يتفرج على مباراة كرة القدم بعدين فيلم اسماعيل ياسين يضرب المدفع يفطر بعدين يجيب مش عارف زعت الشرق الاوسط لقاء مع فنان او مع العب كرة بعدين الف ليلة وليلة والفوزين قصة كبيرة قصة كبيرة جدا هل تظن ان هذا مش واحد يقول لك انه زي من خلقت الشهر زي ما خرجت ليلة انك لم تلاحظ هذا الامر اللي هو الهدف من الصيام وهو تحصيل تقوى الله عز وجل طيب ما الدليل على هذا يا ابن تيمية رحمه الله قال نعم الدليل على هذا ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه يبقى انت يبقى انت يبقى هو مش فاهم حاجة من الصيام ليه شرع الصيام يبقى نعمل يعذب نفسه وعشان كده انا اذكر في مرة في السبعينات كنت بشتغل في وقتها في مكان في مركز البحوث في البحوث الاراضي في الجيزة وانا سنكم في العجوزة فانزلت اركب واركبت توبيل ستة واحد رمضان كانت ساعة وانية ونص الصبح تقريبا او تمانية فواحد داس على رجل واحد اخر فالتاني قال انت بشتفتح انت اعمى قال له يا اخي ما كفرناش يعني واحد بقى محضر خير المحضر خير دا بيلهم ايه يا جماعة لازم نتحمل بعض الدنيا الصيام والناس كفرانة الناس كفرانة ان الله وانا اليه راجعون شوف يعني ركن اركان الاسلام لما يقول ربنا صفحة تعالى انما يفى الصابرون اجرهم بغير حساب اكتر اهل العلم يقول يقولون الصائمون الصائمون والله عز وجل يقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به تقول الدنيا الصيام والناس كفرانة لبا دا عدم التفات الى ايه الى الهدف من الصيام انا ساتوقف عند حديث ابي هريرة رضي الله تعالى من هذه المرة لان الوقت مر وقارب على الانتهاء لكن اعيد الحديث مرة اخرى وساشرحه في المرة القادمة ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله وتبارك وتعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين وكل عامو انتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا